اشتركوا في القناة وقد كلمت فخمة رئيس الجمهورية اليمنية معالي وزير الخارجية بنقل خالص تحياته إلى ملك البلاد حفظه الله وتقديره العميق لمواقف جلالته الأخوية والمناصرة للقضايا العربية والدعم الكبير الذي تقدمه مملكة البحرين على مختلف الأصعدة لأبناء الشعب اليمني وحرصها التام على أمن واستقرار اليمن وتمنياته لجلالته بدوام التوفيق والسداد ولمملكة البحرين بالمزيد من التقدم والازدهار من جانبه أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية مع الجمهورية اليمنية مشيدا بالجهود التي يبدلها فخامة الرئيس اليمني لأجل تحقيق التنمية والاستقرار مجددا دعم مملكة البحرين لهذه الجهود وحرصها كعضو فاعل في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على التوصل لحل سياسي يضمن استتباب الأمن والسلم ويحفظ لليمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه اشتركوا في القناة